أمير توفيق القائم بعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي هيعمل جلسة خلال الأيام القليلة القادمة مع نجم الفريق عمر السلية عشان يتفي معاه على كافة الأمور الخاصة بتجديد التعاقد والتجديد التعاقد هيكون لمدة موسمين موسمين ده عشان كمان كلر مقتنع جداً بتجديد العمر السلية وعقد السلية زي ما حالكم عارفين بينتهي بنهاية الموسم الحالي وهيتم رفع نسبة المشاركة في التعاقد الجديد أو تجديد التعاقد يعني هو هياخد السنتين اتفقوا على جنيد اتفقوا على مليون هياخد السنتين المقابل بتاعه طيب النقطة دي دايماً عند الناس بيبقى فيها لغبطة معظم اللاعبين بيبقى موجود في العقد بند نسبة المشاركات يعني انت مثلاً هتاخد عشرة مليون جنيه في الموسم طيب لو ما شاركتش غير في المباراتين في الموسم مش هتاخد العشرة كلها هتاخد نسبة معينة طيب لو شاركت في كل المبارات في الموسم هتاخدهم كلها ده في معظم العود في النادي الاهلي طيب عمر السلية واللعبة دايماً اللي بتجدد اخر تعاقد لها مع الفريق غالباً الاهلي بيعمل الحركة دي معاهم بيقولن هو بيرفع لهم نسبة المشاركة متبقاش موجودة في التعاقد يعني هياخد عقده بالكامل سواء لعب او ملعبش دي حكاية الاهلي بيستني عودة مرسل كلها عشان اتكلم معاه في حكاية كده زريفة جدا النادي الاهلي عنده دعوة للمشاركة في المهرجان اعتزال النجم خالد مسعد نجم فريق اهل جدا السعودي مباراة بين الاهلي المصر والاهلي السعودي وكابتن محمود خطيب بيستني كرارة عشان ياخد رأيه في هذه المباراة والمشاركة فيها كابتن محمود خطيب هيبلغ مرسل كرارة اهمية المباراة بالنسبة للنادي الاهلي والعلاقة بين الناديين الاهلي المصر والاهلي السعودي وغالباً الرحلة هتكون تقريباً يعني 48 ساعة فقط وبطائرة خاصة وبعد كده الأهلي يكمل الموسم بتاعه بشكل طبيعي بس كابت المحمود الخطيب أبلغ المسؤولين في النادي السعودي إن القرار هيكون ليه مارسل كولر بعد عودته من الأجازة كلام محتر